تعقد دول أمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأحد في جدة اجتماعا طارية لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف التي جرت في دولة السويد خلال أول أيام عيد الأطحى المبارك ومن المقرر أن يجري مناقشة عدد من الموضوعات وعلى رأسها الإجراءات تجاه هذه الأعمال الدنيا لتعبير عن الموقف الموحد ضد عملية تجنيس المصحف الشريف